من آل بيت المصطفى شع الهدى وبهم طريق الحق نورا عبدا هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا فيهم من المختار بانت سنة أقوالهم نور يضيء الفرق داعهم روى التاريخ خير رواية من بات يقرأها فيصبح مرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام ها نحن وإياكم في قراءة جديدة لمشهد نختصر الزمن في إعادة تمثيله ها نحن ننقل لكم صورة الحقد الذي كان يحيط بالرسول الأكرمي صلى الله عليه وآله الحقد الذي كشر عن أنيابه منتقما من علي وأصحاب علي المخلصين حوارية جرت في المحضر المكرم للنبي الأكرمي صلى الله عليه وآله وسلم حوارية بين النبي الأكرمي صلى الله عليه وآله وبعض مجالسي ويظهر فيهم سلمان المحمدي عليه السلام جالسا يجيب حبيبه النبي الأكرمي صلى الله عليه وآله فلنشاهد وإياكم أحبتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً لأصحابه أيكم يصوم الدهر فقال سلمان رحمة الله عليه أنا يا رسول الله فأيكم يحيي الليل أنا يا رسول الله فأيكم يختم القرآن في كل يوم أنا يا رسول الله يا رسول الله إن سلمان رجل من الفرس جاء يفتخر علينا معاشر قريش فقد قلت من منكم يصوم الدهر فقال أنا وهو أكثر أيامه يأكل فقلت يا رسول الله من يحيي الليل فقال أنا وهو أكثر ليلته ينام فقلت يا رسول الله من يختم القرآن في كل يوم فقال أنا وهو أكثر نهاره صامت ما يا فلان أن لك بمثل لقمان الحكيم بسله فإنه ينبئك يا أبا عبد الله أليس زعمت بأنك تصوم الدهر؟ نعم رأيتك في أكثر نهارك تأكل ليس حيث تذهب إني أصوم الثلاثة في الشهر وقال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأوصل شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهر أليس زعمت بأنك تحيي الليل؟ نعم أنت أكثر ليلتك تنام ليس حيث تذهب ولكني سمعت حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بات على طهر فكأنه أحيى الليل كله فأنا أبيت على طهر ألست زعمت بأنك تختم القرآن في كل يوم؟ نعم فأنت أكثر أيامك صامت ليس حيث تذهب ولكني سمعت حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام يا أبا الحسن مثل قل هو الله أحد فمن قرأها مرة قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن فمن أحبك بلسانه فقد كميل له ثلث الإيمان ومن أحبك بلسانه وقلبه فقد كميل له ثلثا الإيمان ومن أحبك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان والذي بعثني بالحق يا علي لو أحبك أهل الأرض كمحبة أهل السماء لك لما عذب أحد بالنار أبدا وأنا أقرأ قل هو الله أحد في كل يوم ثلاث مرات فقام وكأنه قد ألقم حجر إذن مشاهدين الأكارم مما تقدم من مشهد يدلنا على حقائق حدة منها أن العبادة بالنوع وليست بالكم وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في العابد الذي يتفكر فهل سنتبع أم نبقى باحثين عن كم بلا نوع تساؤل لا يشمل الجميع نسألكم الدعاء أرباب علم والحليم مريدهم من زاغ عنهم في جهنم خلد ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى هم خير آيات وخير تلاوة أبناء فاطمة وفيهم يقتدى إذ لن تمس النار جسم محبهم فاطمع إذن في حبهم وتزودا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر